خطوة مهمة جدا بالنسبة لأي منشئ محتوى مفاعل ربح على النصة اليوتيوب من غير الخطوة دي مش هتقدر تقبط ارباحك من منصة اليوتيوب حتى لو ارباحك وصلت مليون دولار فكر معايا كده وقل لي الخطوة دي ايه لو انت عرفت الخطوة دي ايه قبل مبدأ الفيديو اكتب لي في الكومنتات مبدئان كده اتكلمنا قبل كده عن شروط تحقيق الربح من اليوتيوب وتكلمنا ازاي نقدر نحق شروط الربح من اليوتيوب ولو انت لسه ما شفتش الفيديو هسيب لك الفيديو في عل الاي وتكلمنا على الخطوة اللي بعد تحقيق الربح من منصة اليوتيوب وهي اثبات الهوية وطبعا لو انت لسه ما شفتش الفيديو الخاص باثبات الهوية سبهو لك في علامة الاي تقدر تطلع عليه ولكن في خطوة مهمة جدا بالنسبة لأي منشئ محتوى على النصة اليوتيوب بدون الخطوة دي مش هيقدر ياخد الارباح بتاعته حتى لو وصلت مليون دولار الخطوة دي مهمة جدا والخطوة دي اللي هي اثبات صحة العنوان او بمعنى صح كده البن كود كلنا عارفين انه بعد تحقيق العشرة دولار بيجي لك جواب على على مكتب البريد الخاص بك وهو جواب البين كود جواب البين كود ده زي ما انت عارف كده بيجي لك على مكتب بايه عن طريق ساعي البريد الخاص بك طب الجواب ده بيكون شكله ايه الجواب ده بيكون شكله زي ما انت شايف كده بيكون جواب مقفول وطبعا بيكون جاي لك من جوجل ادسنس وبيكون بداخله ستة ارقام الستة ارقام دول بتفعل من خلالهم حساب جوجل ادسنس الخاص بك عشان خاطر تقدر بعد كده تضيف حساب بنكي وتقدر تقبض اي فلوس طالما تعدد الميت دولار اما من غير الجواب تقدر تطلبه مرة ولو مجهاش تقدر تطلبه بعد واحد وعشرين يوم المرة التانية ولو مجهاش تقدر تطلبه بعد واحد وعشرين يوم المرة التالتة ولو مجهاش تقدر تطلبه بعد واحد وعشرين يوم المرة الرابعة ولو مجهاش تقدر تفعل بالبطاقة الشخصية وطبعا الكلام ده بياخد وقت كبير جدا بين كل مرة والتانية واحد وعشرين يوم طيب. انا هنا جالي الجواب. عايز ادخل الجواب. ما عرفش ادخله ازاي. طيب. تقدر تدخل على صفحة جوجل ادسنس. لو انت بتعرفش تدخل على جوجل ادسنس. هسيب لك فيديو في علامة الاي. او تقدر تدخل على صفحة يوتيوب من جوجل كروم. وزي ما انت شايف كده بتدخل على خانة تحقيق الربح. وبعد كده بتلاقي ظاهر لك كده الخانة دي. زي ما انت شايف استلام الدفعات مطلوب اتخاذ اجراء الاجراءات المطلوبة تأكيد معلوماتك الشخصية. اكمال عملية الاعداد في جوجل ادسنس اثبات صحة الانوان. وهنا بيقصد البين كود. طيب انا كل اللي انا هعمله هدوس على اكمال العملية في جوجل ادسنس. هيحولني تلقائي على حساب جوجل ادسنس الخاص بيا. وزي ما انت شايف هنا كده بيكون ظاهر للارباح. وهنا بيكون ظاهر لكلمة دفعاتك معلقة لانك تحتاج الى اثبات صحة العنوان. تقدر تدوس هنا او تقدر تنزل تحت هنا كده هتلاقي فيه كلمة التحقق من عنوانك للاستمرار في تحقيق الربح. بتكون ظاهرة كده. هدوس على كلمة التحقق من العنوان. وبعد كده بتبدأ هنا. هتلاقي طبعا اثبات الهوية اللي تكلمنا فيها مكتملة. وهنا التحقق من العنوان او البين كود او اثبات صحة العنوان. وليها مسميات كتير جدا. بتقدر هنا تدخل الكود اللي جاي لك هنا في الرسالة هنا اربعة اتنين وعشرين اربعة اربعين تمانية. هنبتدي اندخله اربعة اتنين وعشرين اربعة اربعين تمانية. طبعا الكود ده هو استخدامه لمرة واحدة بس. يعني حتى لو حد شافه دلوقتي ملوش اي تلاتين لازمة. خلاص مجرد ما دستي ارسال. كده انا اكدت صحة العنوان الخاصة بيا. ومجرد ما عملت للحساب جوجل ادسنس. هتلاقي التعليق اللي كان موجود تشيل. خلاص ما بقاش فيه تعليق موجود. وخلاص حساب جوجل ادسنس بتاعي مفاعل. ولو جيت عملتي هنا هنلاقي برضو ان المشكلة اللي كانت في حساب جوجل ادسنس اتحلت او المشكلة اللي كانت في الاستوديو اتحلت. هنعمل بس تاني. طبعا هنا هتاخد وقت شوية على ما بتبتدي تسمع. طبعا دي اثبات صحة العنوان. بعد كده هتلاقي ان هو مطلوب اتخاذ اجراء او لم تكتمل عملية الدفع. اللي هو اصلا انت ما كملتش الحد الادنى للدفع اللي هو الميت دولار. كده انا قدرت ازبط صحة العنوان بتاعي قدرت افعل بتاعي اي ارباح بعد كده هتتعدى الميت دولار هتتحول لي على طول على الحساب البنكي. وطبعا لو كانت دورة الدفع بتاعتك عدد وانت كنت مكمل الميت دولار مورد ما بتزبط صحة العنوان بعديها بيوم او اقل من يوم بيبتدي اليوتيوب هنا يصدر لك الدفع بتاعتك على الحساب البنكي بتاعك. تقدر تستلمها بعد مرور خمسة ايام عمل. يعني ما بتحسبش ولا جمعة ولا سبت من ضمن الايام. في نهاية الفيديو اتمنى يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسى تشدعونا بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجارة عشان يوصل لك كل جديد. واستنونا في فيديوهات تاني كتير. ولو عندك اي اقتراحات فيديوهات لكي عندك اي مشكلة. سيبانا في تاريهات. صحيح.